رحمة الله وبركاته معكم يوسف حامد في جرح مادة الاعاقة والمجتمع على ورق نبط يعطيهم العافية خلصنا احنا شرح لعند محاضرة ستة وان شاء الله اليوم هنشرح سبعة وثمانية اللي هي بتحكي عن الشلل الدماغي ممكن تجي في بعض الطلاب قلوا لي لا طب ما هو التوحد قبل الشلل الدماغي احمد طرح اذا شاف انه مناسب اكثر انه ناخذ الشلل الدماغي اول وهي فلن محاضرات حلوة صحنا شوي بدأ تركيز ولكن ان شاء الله سهلة احمد ليش نمشي اول اشي اول شي بدي يعرف لك هو الشلل الدماغي الشلل الدماغي هو اصابة غير تقدمية غير تقدمية يعني مع مرور الوقت ما بتتفاقى ما بتزداد السوق للدماغ في وقت تكون فيه قشرة دماغية المسؤولة عن الحركة غير مكتملة النمو تحدث هذه الاصابات اما داخل الرحم او اثناء الولادة او خلال السنوات الخمس الاولى من عمر الطفل في هاي الاول خمس سنوات لسه ما بيكون ما بيكون مكتمل النمو الشلل الدماغي هو الاعاق الحركي الاكثر شيوعا في مرحلة الطفولة يعني هاي المعلومة مهمة ممكن يسألك عنها بالانتحان بيكون لك بين واحد ونص الى اكثر من اربعة لكل الف ولادة حية او الاطفال من الفئة العمرية المحددة يصابون بالشلل الدماغي يؤثر على حوالي واحد من كل 300 طفل اعمارهم حتى ثمان سنوات في الولايات المتحدة حوالي 764 الف من الاطفال والبالغين في الولايات المتحدة حاليا يعانون من الشلل الدماغي 500 الف منهم هذول 764 الف طفل دون 18 سنة يعني هذول همهم اللي همهم ال 764 الف جزء منهم هذول ال 500 الف اقل من 18 سنة اسباب الشلل الدماغي حس احنا قلنا شو متى بتصير الاصابة داخل الرحم هي اسباب ما قبل الولادة اسباب اثناء الولادة اسباب ما بعد الولادة الاسباب ما قبل الولادة الامراض التي تصيب الام اثناء فترة الحمل مثل الحسبة الالمانية عدم التوافق دم الوالدين هون دم الوالدين مش انه يعني مثلا هو او وهي اي لا هون الار اتش اللي هي البوزيتف او الماينس المشكلة التي يمكن ان تعاني منها الام مثل السكري المشاكل التي يمكن تعاني منها الام مثل السكري تشوهات الحوض عند المرأة الحامل او صغر حجمة يعني الحوض عندها بكون هي اما متشوه يعني حجم صغير الولادة المبكرة ارتفاع ضغط الدم تناول العقاغير التي لا تتلائم مع الحمل العقاغير هي الادوية التعرض لاشعة اكس وخصوصا في الايام الاولى للحمل الاشعة الصينية الاصابة بالنزيف اثناء فترة الحمل العادات السيئة كالتدخين هسا الروح للاسباب اثناء الولادة نقص الاكسجين حيث ان تأخر الطفل في التنفس يؤدي الى عطف في خلايا الدماغية يعني كمية الاكسجين ما بتروح فوريا عن الدماغ فالخلايا الدماغ تتأثر الاصابة التي تندج عن الولادة العاسرة صعوبة في الولادة يعني الولادة قبل الاوان الولادة التي تتم تحت اشراف اشخاص غير مؤهلين او مجازين بذلك كالقبلات الشعبية او ولادة البيوت والتي تتم دون اتخاذ تدابير وعوامل الامن والسلامة تعرض المولود الى حوادث السقوط او الكدم او غيرها هسا الروح للاسباب ما بعد الولادة مثل الحمى الناجمة عن المرض نقص الاكسجين نتيجة الاختناق كالغرق او التسمم بالغاز الجلطات الدموية في الدماغ التسمم بالطلاء الرصاصي للفخار ومبيوتات الزراعية والسموم وغيرها تسمم بشكل عام لا تقدش انه سيجيب لك بالضبط بالطلاء الرصاصي للفخار والمبيوتات الحشرية لوقت سيجيب لك لو بدي يجيب يجيب لك التسمم الحوادث التي تؤدي الى اصابات الرأس حصوصا في السنة الاولى لان اظام الرأس لا تلتم الا بعد مرور 9 الى 12 شهر من عمر الطفل يعني الاصابات ما قبل السنة بتكون خضيرة هسا الاجراءات الوقائية الاجراءات الوقائية قسمناها الاثنين العناية بالام والعناية بالطفل نبدأ اول شي بالعناية العناية بالام العناية بالام اثناء الحمل وقبله وذلك عن طريق واحد اجراء الفحص قبل الزواج يتأكد من توافق العامل الدموي متابعة الفحوصات الدورية اثناء فترة الحمل خصوصا ضغط الدم ونسبة السكر يعني ظلها تسوي فحوصات دورية عن ضغط الدم والسكر وتتبع الجلسات الجلسات اللي عن طبيب الاطفال مهمة اللي هي الحمل بروحوا بكشفوا على الجنين في داخل بطنها اتباع نظام غذائي جيد عدم تناول عقاق غير الطبية او الشعبية دون استشارة الطبيب الابتعاد عن الاجواء الملوثة ومراكز الاشعة تأمين الولادة في اماكن مجهزة ومراقبة جيدا يعني زي المستشفيات المؤهلة اما الولادة بالبيوت هي خلص بطلة تنفع كانت زمان لانه الحل الوحيد كانت موجودة بس السلاء تقريبا في كل مدينة بتلاقي اكثر من مستشفيتين يعني مستشفيتين مستشفيين هس الانهاية بالطفل التأكيد على اهمية الرضاعة الطبيعية اللي هو برضع من امه مباشرة اجراء الفحوصات الدورية ومراقبة النمو وتطور الحركي يعني الفحوصات الدورية للطفل بعد الولادة مهمة كل فترة معينة اتخاذ اللقاحات اللازمة في مواعيدها كشلل الاطفال والحسبة الدفتيرية والسعاد الديكي ما شاء الله الاسماء الكزاز والجدري اللي هي تطعيمات الاطفال اللي كانوا يعطون اياها بالمدرسة هس انواع شلل الدماغ الشلل الدماغي فيه له اكثر من نوع طبعه هنا ست انواع بالضبط الشلل الدماغي التشنجي الشلل الدماغي الاتوائي الشلل الدماغي اللاتوازني الشلل الدماغي الارتعاشي الشلل الدماغي التيبسي الشلل الدماغي المخترط هناخذهم واحد واحد ونشرحهم اول شي ما نبلش انواع الاول الشلل الدماغي التشنجي ينجم الشلل الدماغي التشنجي عن اصابة القشرة الدماغية ويشكل نسبة 65% من اصابات الشلل الدماغي الاكثر شيوعا هاي مهمة المعلومة ممكن يجيبك سؤال الامتحان ما اكثر انواع شلل الدماغي انتشارا فتبتقول له شلل الدماغي التشنجي ويشكل 65% ويتميز بوجود صلابة وتيبس وتقلص في العضلات مما يؤدي الى عدم تجانس الحركة العضلات بتكون عنده متصلبة متيبسة ومتقلصة حجمها صغير واكثيرا ما تصبح الحركات بطيئة ومتيبسة ووضعية الرأس تؤدي الى ان ياخذ الجسم وضعا خاطئا شوفوهم بالصورة في عنده تشنجات عضلاته صغيرة شايفين يالله يالله في عنده عضلات رأسه في شكل خاطئ هسه في عدة انواع في عدة اشكال الاشكال التي يظهر بها الشلل الدماغي التشنجي قبل ما بدي ابلش فيه فيه اللي هو الديبليقيا والبارابليقيا هذول الاثنين ترجمتهم شلل الارجل شلل الارجل ولكنه بتكون ميزوا بناتهم محفظوا الكلمة الانجليزية المصطلحين الانجليزي حسنا بقول لكم الفرق بناتهم شلل الارجل الاول اللي هو ضعف في حيوية العضلات وبالذات في الجزء السفلي وتكون الرجلين في وضعية الالتواء يعني في عنده ضعف في العضلات في كافة العضلات في عنده ضعف ولكن التركيز الاكبر للضعف في الجزء السفلي هنا القدمين يعني رسمة مقبولة مع اصابة الايدي بشكل طفيف يعني التركيز الشري كله موجود بكل مكانه ولكن التركيز في الطرف السفلي اللي هنا القدمين الطفل يتوقف نموه ولا يحاول الجلوس او المشي في سن اثنين الى ثلاث سنوات ويكون المشي على رؤوس الاصابع وليس على القدم كاملة مع تخبط في المشي رجله تختفي وراء الاخرى مع استكاك في الركبتين يعني الركبتين شايفين كيف هيك الركبتين ملمومات على بعض والاجر في اجر قدامه وراء الركبتين بجنب بعض الطرابات نطقية في عنده الطراب بالكلام في النطق وعدم اكتمال نمو النواحي النفسية هس الشلل النصفي الشلل النصفي حركة الرجل واليد في الشق المعاكس للاصابة الدماغية كيف يعني هيك يعني هس اشوف هس هاذ الانسان تمام المخ عن فصين فص يسار فص يمين هنغير لهم ايوه فص يسار فص يمين هس لو اصيبت هاذ الفص اليسار العضاء اللي بالجزء اليمين بتضرب اذا اصيب اذا اصيب الجزء اليمين العضاء اللي بالجهة اليسار بتضرب فهمتوا كيف؟ يعني متعاكس هادول مع هادول وهاد مع هادول نكمل هسان شو بقولك محدودية حيوية العضلات عضلاته ما فيها حيوية زي العضلات الانسان الطبيعي لا بتكون اضعف وحركتها بطيئة وأقل توتر في اليد وانحرافها عن الوضع الطبيعي شوفوا لي صورة هون كيف ايده منحرف عن الوضع الطبيعي توقف نمو الأطراف في بعض الحالات في بعض الحالات اطرافه بتبطل تمو اجره بظلها زي اجر طفل ولا ايده بظلها زي اجر زي ايد طفل ما بتكبر عدم اكتمال النواحي النفسية اي زي اللي فوق هسنفوت بالشلل الرباعي الشلل الرباعي هو الذي يؤدي الى عدم قدرة القدرة على الحركة المستقلة او الوقوف او المشي والجلوس ويرافق هذا الشكل عادة اعقاد ذهنية ونطقية يعني هذا الشلل كامل شلل الطرف الواحد الشلل المفرد يعني اصابة طرف واحد من الجسم يعني بس جزء واحد يام ايده يام اجره ااخر نوع للبرافليكيا هذا الشكل يحدث اصابة في الطرف السفلي من الجسم فقط هل ستشوفه بالأول قلنا انه ضعف كامل ولكنه مركز تركيز الشلل في التحت ولكن فيه ضعف كامل أما هذا النوع لا بس الضعف بس انه الشلل في الطرف السفلي بس أما فوق ما فيه ضعف وهو قليل الحدوث يعني من كل هاي الانواع هو أقل نوع بصغير هسننزل نكمل هاي صور بتوضح ولكن مش مطلوب منك تحفظها بس بس للتوضيح هسننفوت بالنوع الثاني الشلل الدماغي الالتوائي احنا خلصنا التشنجي هسنننفوت بالالتوائي او التخبطي يشمل هذا الشكل منسبة 20% من مصابي الشلل الدماغي ومن اهم اعراضه اهم اعراضه حركات اللا ارادية عدم القدرة على التوازن عدم القدرة على ضبط العضلات المسؤولة على الكلام واضطرابات في النطق سيلان اللعاب ما بتحكم اصلا في عضلات فمه عشان يقدر يتكلم كيف بده يمسك يتحكم في فمه شكل كامل عسر في البلأ نفس السبب التواء في الوجه يتمتعون بقدرات عقلية طبيعية يعني ما عندهم مشكلة في التفكير قدراتهم طبيعية التفكير هسنفوت بالنوع الثالث الشلل الدماغي اللا توازني يمثل هذا الشكل نسبة ستة بالمية وشوف رتب لك اياهم بالضبط من الاكبر للاصغر اتوقع هون شو اولش جاب لك اكثر واحد شيوع اللي هو تشنجي وبعدين جاب لك ثاني اكثر واحد عشرين بالمية اللي هو الالتوائي بعدين اللا توازني يمثل هذا الشكل مع نسبة ستة بالمية من مصابي الشلل الدماغي وينتج عن اصابة المخيخ وجذع الدماغي المخيخ اللي هو هذا وجذع الدماغي اللي هو هذا ولذلك نجد ان الاطفال المصابين بهذا الشكل لا يملكون القدرة على التوازن وضبط الحركات ويتعرضون للسقوط عشان توضع هذا الجزء من الدماغ هو اللي بحافظ على توازن الجسم فانحنا منقول ان اضطرب مدام ما اضطرب معنات توازن الجسم اختل وتبدأ عراضه بشكل واضح عندما يبدأ الطفل بالوقوف والمشي لما يحاول يوقف ويمشي يكون عنده اختلال في التوازن فبتبلش عراضه من هون حوالي السنة حوالين السنة هو ببلش يمشي احنا زي ما قلنا اول انه ببلش يمشي حوالين السنة هس النوع الرابع الشلل الدماغي الارتعاشي يظهر على شكل حركات ارتعاشية لا ارادية ذات نغمة واحدة منتظمة يعني الحركة منتظمة كأنها تنعاد بالضبط نفسها وقد يختلف من شخص الى اخر فاما ان يكون بطيئا او سريعا او قويا او ضعيفا ولكنه منتظم لا ارادي النوع الخامس الشلل الدماغي التيبسي يعتبر هذا الشلل بالغ الحدة ويتميز بالتوتر المستمر وصعوبة الحركة يصاحبه صغر في حجم الرأس حجم الرأس صغير وتخلف عقلي شديد يعني عنده تخلف بالتفكير تفكيره limited زي ما بقوله وتكون الاصابة في اكثر من جزء من الدماغ وهو من الاشكال نادرة الوجود يعني بالدماغ اكثر من جزء متضرر بس نادر وجود هذا النوع يعني لو تجعلك سؤال ما اندر انواع الشلل الدماغي تقوله شلل الدماغي التيبسي النوع السادس الشلل الدماغي المختلط هو المختلط وتكون الاصابة مختلفة ما بين الشلل التشنجي واشكال اخرى من الشلل الدماغي سوف نشوفه بالصورة الطفل هون وقللك عدم محاولة الطفل اللي رفع راسه عندما يتم سحب يديه للاعلى حسنا قلنا بالمحاضرات الماضية انو لو جينا سحبنا الطفل اللي الامام من ايديه هيعدل راسه بحيث تكون عيونه منصبة على الشخص اللي برفعه ولكن هون شوفوا الطفل ميل راسه ميل الراسه لتحت الطفل في الشكل هاذ شوفوا ركبه تفايته لجوا وقدمه لبرا منطلق على هاي الحالة اسم فالغاس ولانه عنده شلل بجرو استخدمه كازين نطلق عليه اسم البوكريتجس هون شو بقل لك الصورة اللي كمان هون الطفل في الاعلى يعاني من شلل نصبي يؤثر على الشق الايمن تحديدا هون بقل لك شوف الشق الايمن متضرر عنده هون تقول عنا حالة اسم هنا كنيس تكون الركب عامل تقاطع على شكل اكس هسه شوفوا صراحة هاي الاشكال ممكن ما يجيب منها ولكن احنا زي ما نقول ضمير بس سيك بنحطها عشان تفهموا عشان مفهوم بس مفهوم اما انه كحفظ هاي المصطلحات والله ما اتوقع ولكن انتوا على كلهم خذوها من باب الاحتياط هسه بنكمل المؤشرات الدلة على حدوث شلل دماغي هاي المؤشرات لو شفناها فبدلنا على انه في شلل دماغي ازرقاق لون الطفل بعد الولادة شوفوهم بالصورة كيف شكل جسم الطفل ازرق هاي الدلالة على نقص الاكسجين صعوبة المص والبلع والمضع يظهر تقلص في الذراعين او الساقين بشكل غير طبيعي اطرافه متقلصة بطء الحركة وعدم القدرة على التحرك بمفرده لديه ضعف وعدم سيطرة على العضلات الرقبة لا يستطيع ان يثبت رأسه ووسط جسمه يعني ما بقدر يخلي رأسه بوسط جسمه يعاني من التأخر في متابعة الجسم الذي يتحرك امامه يعني ما بقدر يتبع على شخص اللي بتحرك قدامه بسلاسة زي الطفل الطبيعي تأخر في استعمال اليدين تأخر في الجلوس لديه ارتخاء واضح في العضلات يستجيب لتعبير الوجه بطريقة ملفتة للانتباه كما تكون التعبير الوجه غريبة لا يحافظ على رأسه وصدره منتصبين اثناء استلقائه يعني رأسه وصدره يكونوا مرتخيات علاج الشلال الدماغي التدخل المبكر لن يعالجه يعني ما بتعالج اذا دخلنا مبكر ولكن يتحكم في حالة الحالة ويمنع تدهورها بشكل سريع والمحافظة على تحسن حالة المريض يعني زي ما نقول بيحددها او بيخفف منها بس انه يعالجها لا ما بيعالجها منع تخلف التطور عن اقرانه يعني ما بصير عنده تخلف في التطور مقارنة باقرانه ويتم ذلك باتباع الخطوات الاتية حسا ناخذ الخطوات منسويها عشان ما يتأخر ويتخلف عن اقرانه اول اشي بنسوي منرجع له حواسه علاج السمع والنطق منرجع له الحواسه اللي بسمع فيها وبنطق فيها تربية خاصة لانه عنده حالة خاصة فبده تربية خاصة العلاج الوظيفي منحاول انرجع له وظائف حياته مش من انه نعالجه ولكن خليه نتكيف مع وضعه الحالي تأهيل جسدي وعلاج طبيعي التعديل النفسي من قبل الاهل والاصدقاء اللي البيئة الحواليه معاينات الحركة والتخاطب وتعديل الادوات والمنازل والمدارس يعني نعدله الاشياء اللي حوالها عشان تناسب حالته اهم علاج في ذلك كله هي اعطاء الاستقلالية نعطيه الاستقلالية ولكن مع مراقبة غير مباشرة لهم يعي لازم ما نتركهم بدون مراقبة لازم نراقبهم ولكن نعطيهم استقلالية هسننزل عند متطلبات دمج طفل مصاب في المجتمع يمكن تقسيم مصابين بالشلل الدماغي الى مجموعات حسب نوع احاقتهم مع العلم ان مناهج الدمج قد بدأت تاخد طريقها في الكثير من البلاد ولتبسيطة يمكن تقسيمها الى صعوبات حركية زائد نقص متوسط في الذكاء يعني عند الذكاء شوي ناقص ولكن نقص متوسط ما عنده صعوبات حركية مدارس عادية زائد علاج طبيعي ووظيفي اعاقة بسيطة تخلف فكري شديد تعليم خاص مع المتخلفين فكريا اعاقة حركية شديدة زائد ذكاء عادي مدارس خاصة عنده ذكاء عادي ولكن اعاقته حركية شديدة فما بقدر يكون بالمدارس العادية فهم بده مدارس خاصة زائد علاج طبيعي ووظيفي زائد علاج نفسي اعاقة حركية شديدة مع تخلف فكري شديد يعني هون اعاقته كبيرة وتخلف فكري عنده كبير مؤسسات علاجية هون بده مشاكل في السمع والنطق زائد ذكاء عادي تعليم خاص لانه المدارس العادية ما بتلبي للي عندهم مشاكل في السمع والنطق فسهون شو معينات الحركة والجلوس حسب ما بقول احمد انه هاي اشياء دايما ما بطلب منها كثير ولكن اعرفوها لانه ممكن يجيب ما بتعرف الدكتور شو ممكن يجيب شو ممكن ما بيجيب ولكنه ما ركز عليها كثير سايمة عجلاتهم بيقول لك بنستعمل لما تكون الاطراف العلوية للطفل جيدة ولكنه يعاني من مشاكل في الاطراف السفلية اللي هي شايف بقولها عجلات فبتساعده على المشي دابته بشير والتيبل عبارة عن معين حركي للجلوس الطفل ما بقدر يحافظ على توازنه ممكن يميل يسار قدامه فهي الطاولة بتساعده على انه يعدي وظائف الحياة اليومية مثل الاكل والشرب وغيرها شايفين كيف طاولة كرسي زي المقعد ومنزك في طاولة فبتخلي استقامته ما يميل لهون لا لهون ولا لهون ولا لهون ولا هون شبتيته بمكان على الطاولة هذا الكرسي استعماله شاعر مع الاطفال اللي اللي بعانوه من شلل الدماغي الطاولة بتغطي الدعام من الاطفال ممكن يكون فيه اللي هو هذا شو في وسادة تمنع تقاطع الاخدام بتخبطها اللي هو هذا القاطع ما بخلي القدم تروحي قدم تروحي تخليه مستقيمات وبصراحة ما بعرف شو هذا الجزء بده بس اوكي ماشي الدكتور حاطه لازم نقوله معينات ووساعد خاصه ترتبط في الكرسي المتحرك حتى تمنع ميلان الرأس لان استقامة الرأس مهمة في كثير من نشاطات اليومية زي التواصل الاجتماعي يعني هاي بتتركب على الكرسي المتحرك ويلتشار وبتثبت الرأس لقدام بحيث انه اللي مستخدم الكرسي يضل وجهه لقدام الكرسي المتحرك مهم جدا للاطفال الشل الدماغي للتناقل خارج المنزل في منه نوعين كهربائي وكلاسيكي الكلاسيكي ارخص وخف وبتصفط لكنها يحتاج الى من يدفعه سواء كانت الواحد بيدفعه من وراء بدفه او انه نفسه بحرك العجلات كان عجلة كبير هو بقدر يحركه نفسه تمكين الوصول لا يمكن لا يملك جميع الاهاية قدرة على توفيرها مثل كراسي تستطيع صعود درج معينات تساعد الاطفال على السباحة سيارات معدلة خاصة بالمعاقين اتوقع بتعرفوها السيارات المعدلة بيجعلها بدون جمرك الادوات المعدلة والمساعدة صحن بعدة حجرات اللي هو هذا الصحن اللي بكون هون قسم هون قسم يعني صحن في عدة اماكن كاسات معدلة بحيث يمكن امساكوها بكلتا اليدين اللي هاي بتجي الكاسة وبيجي الها ايد هون يمين و ايد هون يسار عرفتوها اكيد شايفينها في حال وجود ضعف عند الطفل بمسكها بيدينتين ملاعق وشوك معدنية بحيث يكون مقبضها اكبر مما يسهل الامساك بها كما انها مائلة من الامام يعني بتكون زي الشوكة العادية نرسم شوكة ممتاز هيك الشوكة العادية ولكن هون بتيجي اعرض هيك الها مقبض عشان يقدر يمسكها بسهولة وبتكون من هون مائلة يعني فيها عقفة عشان يقدر يبلع لقم اسهل الكيبورد واقلام معدلة بحيث تحتوي على تعمل على تثبيت اليدين بحيث يسهل استخدامها يعني الأشياء هاي بتكون لها اماكن بتثبت فيها ايدك عشان ايدك ما تتزحزح او ما تتفلت هذا الاشي يونيفرسال كف وهو عبارة عن مشد او مربط يوضع على كفة اليد تستطيع ان تقوم بتثبيت قلم او معلقة او غيرها اللي هو هذا انا ليش ما جبت لها صور للباقات بس اتوقع فهمته صح اكيد فهمته الحمدلله هس التأهيل بيع قداش حكينا عن التأهيل القبل بس يالله خنايت اه معالج وظيفي المعالج الوظيفي شو بسوي يشتغل عن نشاطات حقيقية مثل اللعب والكتابة والرسم يعني اذا الطفل عنده مشكلة في استخدام يده المصابة يعطينا نشاطات استخدام يده المصابة عشان يحسن قدرته على استعمالها المعالج الطبيعي فيه له ثلاث وظائف هنا يعمل على الحفاظ على توازن الرأس والجذع يعمل على تخفيف تخفيف عن توتر العضل موجود في جسم المريم يعمل على تحسين وقفة الطفل وتوازنه وقوته العضلية كما يعمل على المحافظة على استقامة الاطراف السفلية ويمنع حدود التشوهات في الاعظام والعضلات عن طريق استعمال الجبائر يعني باختصار يحسن هيئته يحسن هيئته الجسمالية الدمج المجتمعي من المهم دمج الطفل المصاب مع المجتمع عن طريق ذهابه للمدارس والحدائق لكي يتمكن من التواصل مع ناس وخاصة من هم في عمره يعني لازم يختلط بالمجتمع وباطفال في عمره عشان يغير من نفسيته مع انه يظله في محبوس محبوس خلط مشكلة ممكن هم بعدين ما يصير يتقبل نفسه مستقبل الطفل المصاب مستقبله يعتمد على عدة عوامل اولها يعتمد على شدد التلف الدماغي ومكانه انوية الخلايا المناعية التالفة لا يمكن تعويضها خلايا الدماغية يوجد لدماغ قدرة محدودية على التكيف والتطور التدخل المبكر من قبل طواقم التأهيل مختلف الإخصائي يعد حاسما ومهما كما قلنا قبل ممكن يحد من التطور والتفاقم دمج دمج المجتمعي والتأهيل المجتمعي لا غنى عنهما لان الشل الدماغي هو عجز دائم طوال حياة المصاب لما قلنا ما فيه علاج يجب ان تكون توقعات الاهل المنطقية يعني انو هسا في انواع التعذيب التعذيب بالامر انو بكون بأمل انو صار كذا وكذا وكذا ولكن ما بصير اشو بتحطم فلا ليش يكون توقعاتهم كثير مش منطقية لا كون توقعاتهم منطقية بما انو الاصابة يعني مش بسيطة هاي وواقعية وانت تنصب على الاستقلالية في فعاليات الحياة اليومية كالعناية بالنفس وانتجي التعليم ووظائف بسيطة عند التقدم بالامر بعض المصطلحات الاصابة شو هي الاصابة اللي حكونا نحك عنها تلف في الدماغ من اكثر من سبب ممكن المعرض اللي هو الشلل الدماغي او قصور والعجز حركي حسي في الغالب وقد يكون عقلي ببعض الحالات الاعاقة عرفناها كثير انو خلل في احدى النشاطات اليومية ولو ما صار في اعتلال في النشاطات اليومية ما بكون اسمها اعاقة فهيك خلصنا سبع وثمانية وموفقين ان شاء الله اشتركوا في القناة